إلى ذلك دع المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد مختلف الأطراف اليمنية المشاركة بمشاورات الكويت إلى تقديم تنازلات للتوصل إلى حل سلمي في اليمن موضحا أن الأمم المتحدة وضعت هيكلية عملية لعفظ الأمن وإعادة اليمن لعملية الانتقال السياسي السلمي مشيرا إلى أن التصور العام للمرحلة المقبلة يحظى بدعم كبير للشعب اليمني الصامد أنتم المتضرر الأكبر من كل ما يجري وتدفعون ذمن حرب أنتم أكثر من يعارضها شبانكم وشاباتكم قدوة للعالم بالصمود والقوة فهل يجوز أن تبقى قراراتهم رهينة صراعات سياسية لا تعكس تطلعاتهم إن اليمنيين لعبوا على مدار الزمن دورا بارزا ومؤثرا على أكثر من صعيد فلا تدعوا أحدا يخطف صوتكم المطالب بالعيش بسلام واحترام لحقوق الإنسان مشاورات الكويت فرصة تاريخية من الصعب أن تتكرر تقديم التنازلات للتوصل إلى حل سلمي ليس بأمر غريب فالغريب هو الإصرار على النزاع وعدم تقديم التنازلات الشعب اليمني متحد بمطالبتكم بالسلام اتحدوا بالسماع لندائه المطالب بالسلام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودولة الكويت يضعون كل الدعم السياسي واللوجيستي والديبلوماسي لمساعدتكم فلا تفوتوا هذه الفرصة قدمت الأطراف رؤاها ومقترحاتها للحل واستمعت لردود عفوا وأسئلة الطرف المقابل ثم تم بحث عدة مسارات للحل تأخذ بالنظر اعتبارات ومخاوف الجميع وقد طرحت بعض الأفكار على الوفود المشاركة وتم تداولها في اللجنة السياسية والجلسة العامة وكذلك اجتماعي ورؤساء الوفود من أجل تقريب وجهات النظر وجسر الهوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر